اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بذكرى ميلاد عيسى المسيح عليه السلام بمقر التحالف الكنيسة الإنجلية بالدائرة الثالثة بحضور حجد كبير من أتباع الكنيسة والأثقفة سعيد أحمد حسن ومزيدنا تفاصيل هكذا بدأ الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام الذي اجتمع له الكثير من أتباع الديانة المسيحية وذلك بمقر التحالف الكنيسة كلمات كثيرة قدمت تواترت بين الترحاب والتهان والتبركات والترانيم والصلوات إن المهمة الأكثر أهمية لأتباع الديانة المسيحية هي نشر السلام وترسيخه في العقول هذا ما جاء في كلمة القص مارديش نادوم التي أضاف فيها إن التعايش السلمي الذي تنعم به البلاد الآن هو أكبر دعاء من نهضة والحفاظ عليه والثبات فيه مسؤولية الجميع بغض النظر عن العرق والدين والمعتقد فبدون سلام لن تكون هناك تنمية تذكر وتواصلت الترانيم والأناشيد الإنجلية التي طرب لها الحاضرون ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام مناسبة وطنية لكل التشاديين إلا أنها تخص إخوتنا المسيحيين أكثر جواي نويري نتاثر لبعض الأخطاء التي وردت في هذا التقرير كما احتفل صباح اليوم المجمع الدولي المسيحي بعيد ميلاد المسيح عليه السلام الذي يصادف الخامس والعشرين من ديسمبر من كل عام بحضور العديد من المدعوين تقرير آدم حسن المكاوي بهذه الأغاني والموسيقى احتفل المجمع الدولي بنوى بمناسبة عيد الميلاد الذي يعد ثاني أهم العياد المسيحية ويمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح عيسى عليه السلام احتفال مجمع بنوى بهذه المناسبة تخللت العديد من النشاطات الثقافية لطلاب المجمع مدير المجمع الدولي بنوى لوبي آسنغار في حديثه أعرب عن سروره وفرحته بمناسبة عيد الميلاد مشيرا إلى أن المجمع نظم هذا الحفل المتواضع من أجل مشاركة الأطفال الفرحة والسرر أما ممثل مؤسسة المجمع الدولي بنوى محمد جيمدينغار هنأ الحضور بمناسبة عيد الميلاد متمنيا المزيد من التقدم والنجاح ومستقبل أفضل لجميع الأطفال مؤكدا بأن المجمع يهدف إلى بناء الأطفال من أجل غد واعد هذا وقد انتهز المجمع فرصة هذا الاحتفال ليقدم شهادة الفصل الدراسي الأول للطلاب المتفوقين الأوائل في الصرح التعليمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر